بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم وما زلنا في حديث إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبة فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ووقفنا كيف ننفذ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن نكون معتدلين لا نشدد ولا نشتد ولا نفرد ولا نشدد على نفسنا في الإسلام والإسلام هو العبادة وبالتالي قال أن تأخذ أولا بالفرد يعني تهتم بالفرائد قبل النوافل وتهتم في الفرائد أن تدرك كيف تفعلها على الوجه الصحيح فتعرف الفرد مكون من أركان وواجبات وآداب وشروط صحة وتعرف مفسدات الفرد وكيف تجبره ومتى تقضيه ولماذا تقضيه وكيف تقضيه وغير ذلك من الفرائد يعني تستوفي الفرائد علما وعملا بالتفاصيل قبل أن تشغل نفسك بالنوافل هذا البداية فإذا أحسنت الفرد تنتقل إلى السنة وتشوف أن كل فرد له سنة من جنسه فإن كان صلى فكل صلى لها سنة من جنسه وإذا كان صيام فله سنة من جنسه فعندنا صيام رمضان ده فرد السنة لمن جنسه صيام الاثنين والخميس ثلاث يام من كل شهر يوم السيام يوم وإفتار يوم صيام يوم عشراء التسع الأيام الأول منزل حجة وغير ذلك من صيام النوافل وبالتالي الزكاة عليك أن تدرك متى تفرد عليك الزكاة وكيف تكون نفقتها وما هو النصاب الذي لابد أن يتوفر عندك وما هي المصارف التي تخرجها وكيف تحسب زكاتك كل ذلك عليك أن تدركه أولا فإذا أدركته وعطيته حقا تسأل بعد ذلك عن صدقة التطوع وعن الصدقة الجارية وعن كفالة اليتيم وغير ذلك من كل هذه الأمور وبالتالي قال كيفية أنك أنت لا تشاد في الدين بمعنى الإسلام أن تأخذ أولا بالفرد من كل الجهات حتى يوفيه فإذا وفى حينئذ يأخذ من المندوب بقدر استطاعته ولا يتغالى في طرف من الواجب أو طرف من المندوب حتى يخل بالآخر لأن هذه المغالبة في الأعمال ويتأول إلى الخسارة إلا أن يتدركه الله باللطف والتوبة ويشهد لهذا ما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا رسول الله بماذا بعثت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالعقل قال وما لنا بالعقل يا رسول الله قال إن العقل لا حد له ولكن من حرم حرام الله وحلل حلاله سمي عقلا لأن العقل منطه التكليف فالعقل إنك أنت تدرك إيه هو الحلال وإيه هو الحرام إيه هو الحلال عشان تتناوله إيه هو الحرام عشان تتجنبه وإيه هو المطلوب عشان تفعله وإيه هو المنه عنه حتى تتجنبه فإن اجتهد بعد ما أدرك هذا لو اجتهد بقى نسميه عابد فإن اجتهد في العبادة سميه جوادا فإن اجتهد في العبادة وسمح في نوائب المعروف بغير حظ من عقل يدل على اتباع ما أمر الله واكتنم منها الله فأوليك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنع يعني إيه يعني ابتدب إيه يأخذ من الإسلام الأعمال اللي توافق هواه ويظن أن طاعة الله تكون على هواه أي بدا ضل سعيه في الحياة الدنيا إيه وهو يظن أنه يحسن صنع فاختر العبادة التي بيّنها الشارع وقدم الفرد على المندوب وقدم في الفرد فرائده أيضا لأن الفرد نفسه فيه فرائد وكذلك أيضا إن طلب نفسه بتوفية العبادات من كل الجهات إلى حد الكمال فهذا أيضا يقع في المغالبة العجز لأن الرسول السلام بيقول إيه فإن المنبت لأرضا إيه قطع ولا ظهرا أبقى إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لأرضا قطع ولا ظهرا أبقى فما تغالبش حتى في الفرد بحيث أنك إنت عايز تعمل الفرد كما يجب من جميع الوبوه فيصعب على الإنسان تقول أنا عايز أصلي الفرد ده لا تحدثني شيء غير إن أنا أيبقى مخي كله في الصلاة يستحيل أنت مش هتبقى ملك أنت إنسان لابد حيجي لك حديث نفس تقاومه ولا تبطل عملك وكل ما تيجي حديث نفس تروح خارج من الصلاة وتعيد الصلاة تاني ما فيش داعي لهذا وإيه اللي حتلاقي نفسك بعد كده تترك الصلاة لأنك مش عارف تصلي كويس في حين إن الصلاة أيصر مما تظن وكذلك في الطهارة وكذلك في سائر العبادات لأن البشرية لا تحمل ذلك يعني البشرية طبيعتها الضعف فلا تستطيع أن تأخذ نفسها بالشدة في كل الأحوال لابد إنه هو إيه يكون يعني يعني بين هذا وزك حتى يستطيع إنه هو يستمر كذلك إذا اجتمع عليك في لحظة واحدة فرد ومندوب قدم الفرد تقدم الفرد يعني المندوب إن أنا أعود أذكر ربنا وبعدين سمعت أذان الزهر أو ما لما خلص الزكر أضيع صلاة الجماعة ده اسمه كلامه وتقول أسنان كنت مشغول في عبادة طب ما ومطلق ذكر الله مالوش وقت في أي وقت تعمله لكن الظهر الوقتي داخل أو العصر داخل تيجي في شهر رمضان دخل شهر رمضان تقول أسنان مشغول في قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأبقى أجل الصيام شو ما ينفعش لما يجي الوقت وعندك أنت عملين عمل أنت بتعمله تطوعي وجاء وقت الفرد عليك أن تترك التطوع وتهتم بالفرد ولقائل بيفترض سؤال هنا الشيخ بيقول ولقائل أن يقول لما لم يقل عليه السلام لن يشد رجل أو امرأة وقال بدله لن يشد الدين أحد ما قالش إلى رجل أو إلى امرأة قيل له ذلك يدل على فصحته صلى الله عليه وسلم وبلاغته لأن أحد في اللفظ أقل كلاما وأكثر فائدة لأنه يطلق غلمة أحد يطلق على الزكر والأنثة والقوي والضعيف والحر والعبد والعالم والجاهل والعلي والدني على اختلاف أحوال العالم وبالتالي في كلمة واحدة صالحة أن تكون للإنسان مطلقا في كل أحواله وفي كل أعماره وباختلاف أنواعي كمان من زكر وأنثة أو صبي وشيخ وشاب وهذا يدلك على حسن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في البيان ودقتها والبعد عن الكلام الذي يكون بلا ضرورة ثم جاء بعد ذلك في الوجه الثالث فسددوا وقاربوا مش بقول إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا دي ثالث حاجة ثالث فقرة في الحديث فسددوا وقاربوا احتمل أن يكون هذان اللفظان لمعنى واحد يعني التزديد والمقاربة بمعنى واحد ويبقى العطف هنا عطف تفسير واحتمل أن يكون لمعنيين لمعنيين يبقى يسموه عطف تأسيس لو اختلف الكلمتين يسموه عطف تأسيس لو المعنى واحد يسموه عطف تفسير واحتمل أن يكون لمعنيين فإن كان لمعنى واحد فيكون المراد بهم الآخذ بالحال الوسط لأن السداد والتقريب وما قارب الأعلى ولم يكن بالدون فهو متوسط بينهم وإن كان لمعنيين فيكون المراد بسددوا الأخذ بالحال الوسط على ما تقدم والحال الوسط هو ما نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم وأفطر وقم ونم شفتوا بقى الاعتدال صم وافتر وقم ونم زي باستمرار انا بقول للناس ايه ان الانسان التعبان عبادته ايه يستريح والجعان عبادته ياكل والعطشان عبادته يشرق واللي مشتقل للزواج عبادته يتجوز كويس واللي عنده اولاد وقضى فرائده عبادته انه يرعى اولاده ما ينشغلش عنهم وهكذا يبقى كل واحد اللي عليه انه هو يلتفت للامر اللي هو المطلوب منه في الحال وان لنفسك عليك حق شوف النبي قال له ايه وان لنفسك عليك حق فما تنشغلش في العبادة وانت جائع ولا تنشغل في العبادة وانت تريد النوم ولا تنشغل في العبادة وانت يحتاجك من تعولهم وبالتالي تعمل الفريدة وما تنشغلش بالنفلة عم من تعول فكذين انتو حديث جريج العابد اللي كان يقعد كده ايه في الصومعة بتاعته يعبد ربنا نوافل وتجيله امه وتنديله ما يرداش يجاوب وفي حين ان اجابة الام واجبة والعبادة اللي فيها نافلة لدرجة انه امه تدي عليه لانه كان عابد بس ما عرفش ايه يعرف الاولويات يعرف ايه الواجب اللي يعملوه وايه النافلة اللي يعملها امك بتنديلك وانت قضيت الفريدة ومشغول بالنافلة اترك النفلة واجب امك اترك النفلة واجب ابنك امرأة عندها اولاد قضيت الفريدة بتاعتها وعيالة عايزين ياكلوا تقوم تسابهم جعانين وتقوم تصلي بعد الدهر اربعة وقبل الدهر اربعة وتقرف كل ركعة صورة البقرة ده اسمه كان وتقولك انا عابدة عبادة ايه دي فهمت وبالتالي الطريقة دي ما تنفعش خليك رجل معتدل الحبيب صلى الله عليه وسلم كان حتى في صلاة الفريدة لو سمع بكاء الصبي يتجوز علشان ايه لهفة قلب امه عليه فلازم ناخد بالنا من هذه الامور لان الانسان لو عايز يعمل كل حاجة كما يجب دون الالتفات بالظروف المختلفة لن يستطيع لن يستطيع هيفشل ادي معنى ايه فسددوا وقاربوا يعني ايه يعني حاول بقدر الامكان انك تعمل الحاجة بطريقة منضبطة مزبوطة بلا مبالغة بدل ما صلي في الركعة اجيب صورة البقرة وانا عندي اصلا امتحان بكرة طب ما انا اصلي بصورة قلم نشرح واعد اراجع مراجعتي قولك لا اصلا انا مصلي بصورة البقرة ادوح بعدها مستجد يوم يوعد يصلي بصورة البقرة ساعتين علشان يا ربنا وفهني في الامتحان بكرة وهو ما اراش المقرر وبعدين بعد كده ينام ويروح ما يعرفش يجاوب لانه مذاكرش يقول ايه ده قالولي اندي دعا بعد سورة البقرة مستجاب وانا دعيت وما استجابش ربنا وسقت ما انت اللي فاشل حد قالك تصلي بصورة البقرة انا كان ليا واحد صديقي يعني كان راجل ايه غريب الشكل ده بعدين امتحان تاني يوم فيسيولوجي مسلا ولا اناتو في كل ايه طب هو بيزاكد طول السنة صحيح بس امتحان بكرة بقى راجع بسرعة نقعد بسرعة بسرعة عشان بتزاك بحضرة بزيهنك يوم يوعد يقرأ سورة ياسين واحد واربعين مرة علشان ربنا يوفقه كان بالرغم زكاؤه طريقته اللي بيعملها دي كان يجيب مقبول تصور بقى يجيب مقبول في حاجة غريب يقول لي هاسا اقول له انت ما راجعتش حاجة مبارح يقابلني وحنا داخلين للجنة يقول لي لا استا ما قدرتش انا عدت قريد سورة ياسين واحد واربعين لقيت نفسي تعبت اهوي رحت نايم ما قدرتش راجع حاجة مين قالك واحد واربعين حاجة غريبة للشكل فالطريقة دي يا جماعة الخير ما ينفعش اننا نتعامل مع الدين بزيه الطريق لكن الاعتدال كويس صلي صلاة خفيفة كاملة الاركان فيها فتحة فيها صورة وربنا جعلنا سور طويلة وجعل لنا سور ايه قصيرة وسور متوسطة عشان تختار حسب حالك فهمت بقى ادي معنى بقى ايه سدده وقاربه انا حخرج يوم مثلا عندي عمل شاق ويوم شديد الحرارة ووافق يوم صومي وانا بصوم كل يوم اتنين اوم برضه صوم اوم اصومه ويجي لي ضربة شمس واعيه فيها شهر يبقى انقطعت عباتي طيب يا سيدي اليوم ده حر ووافق يوم الاثنين وعندك مجهود كبير فيه ما تصوموش صوم بدل يوم الثلاث صوم يوم اجاستك وخلاص بدل يوم الاثنين فيها ادي الطريق يعني ايه سدده وقاربه يعني حاول بقى انك انت ما تفردش وفي نفس الوقت ما تبلغش لدرجة الاجهاد والمجهود يجي لك شعبان يقولك انا ايه انا حصوم شعبان كله وبعدين على ما يوصل رمضان يلاقي نفسه عيه يقضي رمضان كله عيه وبياخد ادوية وفتر رمضان طبعا ده اسمه كلام ده اسمه كلام علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه اذا انتصف شعبان فلا صيام علشان تبقى مستعد تقوم للفريدة وبالتالي لما تشغل نفسك بالنوافل وترهق نفسك بيها هتعجز عن اداء الفرائد ولو قدت الفرائد بالطريقة اللي انت عايزها بحيث انك انت تقرأ السور الطويلة في الوقت اللي انت مشغول فيه فمش هتقدر تأدي شغلك تروح شغلك متأخر وتزعل وتقول ايه اصل بيرفدوني ليه يا ابني استنى بصلي الفجر كل يوم اقرأ في الركعة قال البكرة والركعة التانية قال عمران بخلص ساعة تسعة الصبح وانت شغله المفروض يمضي حضور الساعة تمانية وقولك كفار كفار ايه يا ابني انت المفروض تملس ساعة تمانية وصلي الصبح في عشر دقائية ليه تصلي الصبح في ثلاث ساعات شفت الغباوة فهذه الغباوة للأسف بتؤدي الانسان انه هو ايه يظن ان تدينه عمله عرقيل في حياته وعطله في حياته عطله في دراسته وعطله في شغله وهو اللي عطل نفسه مش الدين اللي عطله فنسأل الله ان يوفقنا وارزقنا الحكمة لانه من يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا ونكمل ان شاء الله في الفاصل القادم السلام عليكم ورحمة الله عدنا مرة اخرى نكمل قضية وسدده وقاربه ولن يشدد دينا احد الا غالب انا عايز اديك مثال من الانبية انه في نبي من الانبية عليه السلام اراد انه هو يختار لنفسه العبادة اللي ربنا لم يقمه فيها فيها لانه بيحبها سيدنا داود عليه السلام اللي احنا بنسميها فتنة داود في سورة صاد وظن داود وانما فتناه فاستغفر ربه وخرى ركعنه اناب استغفر ربه من ايه والانبية ما بتعصاش دول معصومين فعايزين نفهم فتنة سيدنا داود سيدنا داود ربنا جعله حاكم يحكم بين بني اسرائيل وبني اسرائيل دول ناس مشكلتهم انه عايزين قضاء سريع لانهم يغلب عليهم الشر فلو القضاء بقى بطيء ممكن الاخ يأتي لاخوه على ما ييجي نظر القضية يكون الاخ قاتى لاخوه فهو عايزين قضاء سريع وربنا جعله ايه حاكم في الارض يحكم بين الناس وفي نفس الوقت كان ربنا قالنا له الحديد فكان يعمل الدروع يمسك الحديد كده يعد يتنيه زي انت ما بتمسك العجينة كده تعملها مثلا كحكا فكان الحديد لانا له والقطر اللي هو النحاس اسأله لسيدنا سليمان ايه اللي هو ابنه واسألنا له عين القطر فكان النحاس سيدنا سليمان يمسك النحاس كده يبقى في ايده سائل يقوم يعمل منه اوالب ويعمل منه حلة ويعمل منه ويحط عليه المية يروح بارد يرجع ايه يبقى اناء المهم سيدنا ايه داود ربنا ملكه على بني اسرائيل وحكمه فيه وعلان له الحديد وكان سيدنا داود يحب العبادة اوي دا رجل كان ايه على ما يوضبوه للخيل بتاعه ويصلي المغرب مثلا ويروح بيته كده مع الليل في الفترة ليه يقدم المغرب للعيشة عندنا كان يكون يكون ارى الزبور كله يحب الزكر ويحب العبادة ويصوم يوم ويفطر يوم وكان بالرغم انه هو ملك وعنده يعني ايه املكة كثيرة الا انه ما كانش ياكل من ملكه كان ياكل من صنع ياده فيعمل الدروع ويبيعها ويتكسب ويأكل من صنع ياده لا مما ملكه الله شوفت قدي التحري فسيدنا داود عمل ايه انا انا هقسم اللي يام بتاعتي على ثلاث ايام يوم اقضي بين الناس ويوم اصنع الدروع وبيعها ويوم اعبد ربنا واخلع بنفسي حدش يقرب لي سيبوني اعبد ربنا يوم ويسيبوني احكم بينكم يوم ويسيبوني اتكسب يوم كويس فقسم ايه التأسيمة دي في اليوم اللي هو في خلوته في العبادة يحصل شقاك بين اخين اخ عنده تسعة وتسعين نعجة واخ التاني عنده نعجة واحدة ابو تسعة وتسعين عايز يكملهم مية يوم يقول لاخوه اديني الايه النعجة التسعة المية الواحدة اللي عندك عشان يبقى عندي مية وانت لو احتاجت لبن ولا حاجة ابقى احلب لك شاه ولو احتاجت تاكل ابقى تعالى تغدى معاي بس الديني عشان اكمل المية الجدع التاني زعل من طمع اخوه فراحوا الاتنين اتخنقوا مع بعض راحوا لسيدنا داود عشان يحكم بينه لقوه في ايه في الخلوة بتاعته الحراس قالولهم تعالوا بعد بكرة عشان بكرة صناعة دروع وبعد بكرة طب مولا وقعدوا اليومين دول وهم متخنقين مع بعض وبني صغير يغلب عليهم الشر حيقتلوا بعد فقاموا عملوا ايه تصوروا عليه المحراب استغفلوا الحراس وراحوا ايه تسلقوا المحراب كده ونطوا عليه سيدنا داود شافهم بينطوا عليه وبني اسرائيل سمعتهم وحشة مع الانبياء اتلوا انبياء كتير فسيدنا داود افتكرهم ايه جايين يقتلوه عشان كده ففزع قالوا لا تخف خصماني بغى بعدنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشتت وهدنا الى سواء الصراط برضو شوف سوء ادب بني اسرائيل مع الانبياء يقول له ولا تشتت يعني ايه كمان اوع تحكم بيننا بالعادل وعباء تخرم وتروح كده كأنه بيكلم يعني واحد ادنى منه وده نبي عدد بني اسرائيل عدم الادب مع الانبياء لكن سيدنا داود سبر وسمع القضية وقال له لا ظلمك بسؤال نعاجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء اللي يبغي بعضهم الى بعض وبعدين بعد كده ايه سيدنا داود فهم ان ربنا بيقول له ما تعزلش نفسك عن الناس يا داود لان عزلك عن الناس وقد اقامك حاكما ده يوافق هواك انت كده بتعبد ربك على هواك مش كما يريدك يا ربك فاهمت؟ فعرف سيدنا داود فهم فاستغفر ربه واناب وقال انا مش هعمل كده تاني ولا اعزل نفسه عن الناس انا هغلي باب القضاء عندي مفتوح 24 ساعة كويس؟ وعلى شك كده قال له ايه يا داود ان جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى الهوى يعني هو النبي عنده هوا يلهي عن الله يعني لا تتبع هواك في عبادتي كما تحب ولكن يعبدني كما اريد فاردتك حاكما ولم اردتك متفرغا للعبادة شفت بقى ادي معنى ايه انك انت لا تشد الدين هو حاول ان هو يعبد ربه زي ما بيحب قال انا ححكم يوم واتكسب يوم ويوم اقضي بين العبادة طب ما انت كده هيبقى في قضاء بطيء القضاء البطيء صورة من الظلم صورة من صور الظلم فلما ربنا نبهه عرف انه هو لما عمل كده هيظلم الناس فظن داوده انما فتنا يعني اختبرناه في هدي القضية العاجلة وخلينا القضية العاجلة دي وقت ايه وقت عبادتك عشان تعرف انك انت لا تتلهى بالعبادة عن الفصل بين الناس وعشان كده قال له ايه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب اهدي دليل على ان حتى الانبياء من كتر حبهم لربهم وعبادته كانوا حيغفلوا عما اقامهم الله فيه من العباد ولا يبين لك كمال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ان النبي قرت عينه في الصلاة وكان احيانا الساجدة بتاعته يسجد بالساعة على درجة ستنا عائشة كانت تظن انه فرق الحياة فتلمس رجله يحرك عشان يطمنها ويقول يا عائشة ليه ساعة مع الله لا يسعوني إلا الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدل له عين على الحق وعين على الخلق فلا عين الحق تولي عن الخلق ولا عين الخلق تنسيه الحق فقام بالاتنين هشك كده تعرف ان حبيبك المصطفى من حيث الكمال فهو اكمل الكمل فالانبئة كلهم كمال وقدي مثال ان ايه واحد من الانبئة اراد ان ايه يشد الدين الشياد الدين يعني ايه يتشدد في الطاعة ويتشدد في العبادة ويتفرغ فيما لم يفرضه الله له ان يتفرغ له فرغ الله عليه ان يتفرغ لقضائب ان الناس فقال اتفرغ لهم يوم من كل ثلاثة ايام ربنا قال له لا يا داود انا عايزك تبقى حكم للناس يوميا لان القضاء البطيء نوع من الظلم فامت بقى وعشان كده ربنا اقامك مثلا الطبيب فما فيش داعي بقى العيادة شغالة والمرضى واقفين عايزين يكشفوا عليك عندك وبعدين تروح ايه بالبلطة الابيض بتاع تنزل في مسجد المستشفى تصلي الدوحة تمن ركعات بس السنة الشفعية قالوا ان الدوحة تمن ركعات وفي القول القديم اتناقصنا يعاشر ركع يوم يقعد يصليلي تمام ركعات والمرضى مساكين وقفين مشلحين كرسي يستريحوا عليه مستنين الدكتور فين الدكتور اصله بيصلي الدوحة اهو دا بقى ايه زي سيدنا داود اللي ساب الخصمين وقعد يا عبد رب فلا تبتبعي الهوى فيضلك عن سبيل الله لا صلي الدوحة يا سيد ركعتين خفيفتين وانطلق ايه اكشف في المرض وكذلك الموظف يطلق مكتبه قبل صلاة الظهر بساعة علشان ايه يروح يتوضى في نص ساعة وبعدين يصلي سنة الظهر قبل ايه قبل ما يصلي الظهر اربع ركعات وكل ركع يجيب سورة ياسين والواقعة وتبارك ما شاء الله عبادة والناس وقفة مستنية الطبور علشان ساعة تلبي الموظف يجي يأشر لهم ولا يختم لهم علشان يقدم ويعتبر نفسه يا ما شفنا هزي ايه المظاهر في المصالح الحكومية المختلفة في المستشفيات في المصانع في الورش كل ده شفناه اهو دول بقى مش بيسدد ولا بيقارب وده بيشدد على نفسه في الدين وبيدي صورة وحشة للمتدين وبيعتبر الناس بعد كده ان الدين معوق من معوقات الحياة والتدين من الاسباب التي تعوق الحياة في حين ان الدين جاء لنسعد في حياتنا به فنسأل الله انه يأخذ بأيدينا ايه ويفقهنا ويفهمنا والله تعالى اعلى واعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة